فخبر عاجل الآن نارين بيوتي تصدم الجمهور وتعلن إصابتها بمرض في الدماغ فاجئت مشهورة مواقع تواصل اجتماعي السورية نارين بيوتي جمهورها ومتابعيها على حسابها في انستجرام بإعلان إصابتها بمرض في الدماغ بعدما خضعت لعدد من فحوصات خلال الفترة الماضية جرأ شعورها بالتعب المستمر وأوضحت المشهورة السورية نارين بيوتي فمنشور نشرته على حسابها في انستجرام ظهرت فيها ترتدي ملابس المستشفى وكانت نيمة على السرير داخل احدى المستشفيات انها تغيبت خلال الفترة الاخيرة عن السوشال ميديا لانها كانت تعاني من الشعور المستمر بالتعب لذا قررت الخضوع لفحص الرانينة المغناطيسة الذي كشف عن وجود مشكلة في الدماغ واشرت لانها قررت الكشف عن جزء مما يحدث معها في الفترة الاخيرة قائلة اليوم اخدت قرار ان اشارك معكم جزء من حياتي بالفترة الاخيرة وسبب ظهور القليل على السوشال ميديا اللي انتم مالكم متعودين عليه بس صدقوني احيانا الظروف بتكون اكبر مننا ونشرت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي صورة لاشعة المخ التي خضعت لها مشيرة الى انها اخضت رحلة منذ عامين للمتابعة في العلاج وانه ليس مرضا منعيا نارين عمراء الشهيرة بنارين بيوتي هي مغنية اليوتيوبر سورية الاصل ولدت في حلب في 17 فبراير سنة 2000 ولجأت مع عائلتها للسويد ونارين هي الاخت الكبرى بين اربع اشقاء قدمت العديد من الاغاني الراب وفي ساة 2016 اطلقت نارين قناتها على اليوتيوبر تحت عنوان نارين بيوتي حيصت تنشر فيها يومياتها وتنشر محتوى يتعلق بعالم الموضة والجمال كلنا بنقول الف مليون سلامة لنارين وربنا يتم شفاعة على خير الى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر